بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ معكم اليوم الدرس الثالث في شابتر ستة وعشرين فيه رح نحل مسائل على وصل المكثفات على التوالي والتوازي الان المسألة اللي بنشوفها اللي هو اه اكزامبل ستة وعشرين اربعة شو بيقول بيقول find the equivalent capacitance between a and b for the combination of capacitors shown in figure all capacitance are in microfarad شو المطلوب بقولك اوجد المواسعة المكافئة للمكثفات الموجودة بين النقطتين a و b المبينة في الشكل علما بانه كل الارقام هذه الموجودة هون هي عبارة عن مواسعات بالmicrofarad يعني هذا مواسعة اربعة مايكروفراد هذا واحد هذا ثلاثة مايكروفراد هذا ثمانية مايكروفراد هذا ثنين مايكروفراد هذا ستة مايكروفراد عال عال اذا نبدو المواسعة المكافئة بين النقطتين a و b بين النقطتين a و b موجود عندي كل هذه المكثفات هذا مثال بسيط لكنه يوضح الصورة العامة اللي انت بتتعامل فيها اه في حل اه الاكويفلنت اه الان الامر على النحو التالي لو سألت السؤال التالي انا لو اه قلت كيف موصول هذا المكثف الواحد مع الستة ما بعرف هذا الواحد مع الستة موصول على التوالي على التوازي ما بنعرف كيف موصول الاربعة هذا مع الثمانية ما بنعرف مش مبينوا وبالتالي اللي منقوم فيه احنا هي عملية تبسيط للدهرة الكهربائية الموجودة امامنا فيها مجموعة من المكثفات عملية التبسيط تتم على النحو التالي انه انت بتختار مجموعة من المكثفات قد يكون اثنين او اكثر تجزم مئة بالمئة كيف عملية توصلها وم بتبلش عملية التبسيط فمثلا الواحد والثلاث هذا هذولا انا شايف انهم موصولات على التوازي موصولات على التوازي بين النقطتين هاي النقطة وهاي النقطة اذا موصولات على التوازي بين هذولا مع هذولا النقطتين مع هذه النقطة وهذه النقطة الان لما بدي اخذ الاكويفلنت الهم هذول هذولا مكثفين موصولات على التوازي الان سميت واحد اثنين مش مشكلة سي اكويفلنت تساوي سي واحد زائد سي اثنين هون مش مسميات وبالتالي باشتغل براحتي واحد زائد ثلاث تساوي اربعة مايكروفراد اذا هذول المكثفين اللي هم هون هيك بلشت فيهم براح يعطوني مكثف مواسعة اربعة مايكروفراد طيب هذا المكثف المواسعة اربعة مايكروفراد وين بدي اشبكه بدي اشبكه في المنطقة هاي بين النقطة هاي والنقطة هاي ما باجيب اشبكه هون او هون اذا هذول اثنين موصولات على التوازي مع هاي النقطة وهاي النقطة اذا لما بدي اشيل هذولا المكثفين بدي احط بدالهم مكثف واحد يجب انه هذا المكثف يكون موصول وين بين هاي النقطة وهاي النقطة وهذا اللي احنا مساويينه هون شايفينا هاي الاربعة واحد وثلاث اربعة طيب برجع على نفس الرسمة هون انا ما بحرف كيف الثماني موصول مع الستة او الاثنين مع الاربعة لكن فور شور انا بحرف كيف موصول هذا وهذا هذول مكثفين موصولات على التوازي مع النقطة هاي والنقطة هاي اذا بحسب لهم الايكوووووووووووووووووووووووووووووووووOOوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سؤال بتعرف كيف هذا موصول مع هذا ما بنعرف كيف هذا موصول مع هذا ما بنعرف كيف هذا موصول مع هذا ما بنعرف لكن بنعرف انه هذول الاثنين موصولات على التوالي وهذول الاثنين موصولات على التوالي فبالتالي عملية التبسيط التالية انه هذول الاثنين اشي لهم استعيض عنهم بمكثف اكوفلنت وين رح يكون موصول مش هون رح يكون موصول مع هذه النقطة وهذه النقطة بما انهم موصولات على التوالي إذن 1 over C1 زايد 1 over C2 1 over C equivalent 1 over C1 زايد 1 over C2 1 على 4 زايد 1 على 4 وساوي 2 على 4 معناته C equivalent تساوي 4 على 2 وتساوي 2 ميكرو فراد إذن المواسعة المكافئة له هذول الاثنين 2 ميكرو فراد وين بدي أحطه هون لا بدي أحطه بين هذول النقطتين وهذا الشيء اللي احنا عاملينه في الرسم اللي بعديها هذول الاثنين المكثفين هذول صاروا هون مكثف 1 مواسعة 2 ميكرو فراد نفس العملية بنعملها للثمانية 1 على 8 زايد 1 على 8 تساوي 2 على 8 تساوي 1 over C equivalent معناته C equivalent تساوي 8 على 2 تساوي 4 ميكرو فراد وبالتالي هذول الاثنين بدي أشيلهم وحط بدالهم مكثف 1 مواسعته 4 ميكرو فراد هذا المكثف وين بدي يكون موصول يجب أن يكون موصول بهذه النقطة وهذه النقطة هاي هو موصول بين هذول عن النقطتين إذن شو صف معي في المسألة صف معي في المسألة مكثفين هذول المكثفين موصولات على التوازي وبالتالي الاكوفلنت النهائية هي C 1 زائد C 2 هذا 1 وهذا 2 2 زائد 4 تساوي 6 ميكرو فراد الآن هذا المكثف يجب أن يكون موصول بين النقطتين A و B وهي وحطينا هون 6 ميكرو فراد إذن جوابنا 6 ميكرو فراد إذن منلاحظ أنه عملية إيجاد الإكوفلنت هي عملية عملية تبسيط بشوف مجموعة من المكثفات بعرف كيف هنه موصولات ببسط الدرة الكهربائية شوي شوي حتى تصبح عندي حتى أحصل على القيمة النهائية هذا مثال بسيط فيش في أي تعقيدات ومش سألك فقط إلا عن الإكوفلنت على المواسع المكافئة خلينا نشوف مثال آخر شوي في مطاليب أكثر اللي هي بروبلم 26 واحد بروبلم 26 واحد فيها مطلوبين خلينا نشوفها بروبلم 26 واحد شو بيقول 4 capacitors are connected as shown in figure أربع مكثفات موصولات كما هو مبين في الشكل وين هن الأربع مكثفات هاي هن مسميات هذا C1 15 مايكرو فراد كله بالمايكرو فراد C2 3 مايكرو فراد C3 6 مايكرو فراد C4 20 مايكرو فراد موصولات بين النقطتين A و B كما هو مبين في الشكل مطلوبين من المسألة خلينا نشوف المطلوب الأول اللي هو السهل المطلوب الثاني اللي بيكون بده شوية شغل find find the equivalent capacitance between points A and B أوجد المواسع المكافئة بين النقطتين A و A H و B بين النقطة A و B موجود كل المكثفات وبالتالي بدي أتضمن الحل بدي أتضمن الأربع مكثفات هذول الآن هذه مسألة الéquivalent capacitance شغلة بسيطة هذول على التوالي الناتج منهن مع هذا على التوازي وما تبقى كله من هذول من هذول الثلاثة مع هذا على التوالي ولكن أنا رح أعيد رسمتها كل ما أبسطها شوية مش مشان هذا الفرع مشان الفرع اللي بعده أوكي طيب منيجي هون ومنقول عنا مكثفين بعرفش كيف C2 مع C3 موصول أو C4 مع C1 لكن بعرف كيف موصول C1 مع C2 هذول مكثفين على التوالي الآن بما أن هن مسميات خلاص بدي أستعمل الأسماء اللي هون الآن بقول 1 على C2 شو يعني 1 على C2 يعني هذا الéquivalent ل1 و2 1 over C12 1 على C2 سعي 1 على C1 زائد 1 على C2 لأن هن على التوالي 1 على 15 زائد 1 على 3 الآن وحدنا المقامات طلع 6 على 15 وبالتالي C1 2 تساوي 15 على 6 وتساوي 2.5 مايكرو فراد إذن هذولا المكثفين بشيلهم بحط بدال المكثف 1 2 ونص مايكرو فراد موصول مع النقطة هاي والنقطة هاي هاي الآن عملتها رسمي جديدي بقلت لكم شمشان هذا الفرع مشان الفرع اللي بعده الآن بتفرج شو في عندي ما بعرف هذا كيف موصول مع هذا ولا هذا كيف موصول مع هذا لكن بعرف هذول الاثنين كيف موصول مع بعض 1 2 هذا الéquويفلنت لـ 1 2 بعرف كيف موصول مع 3 على التوازي وبالتالي بشوف الéquويفلنت اللي هم راح أسمي الéquويفلنت 1 2 3 C 1 2 3 تساوي C 1 2 زاد C 3 والناتج راح أسمي C 1 2 3 بما على التوازي 2 2 6 إذن 8 مايكرو فراد إذن هذول الاثنين راح أشيلهم وحط بدالهم مكثف 1 8 2 مايكرو فراد ويه راح يكون موصول راح يكون موصول مع هذه النقطة وهذه النقطة هذا هي 8 ونص مايكرو فراد هاي المكثف هذا C 1 2 3 شو ظل عندي هون ظل عندي مكثفين موصولات على مكثفين موصولات على التوالي 8 ونص مايكرو فراد وعشرين 1 على C 1 2 3 زاد 1 على C 4 C 1 2 3 C 4 بما أنه مظلش إشي غير هن نسميها C 1 over C 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 هالمسألة خليني أمسحون شغلات ما نظفتها شوه طيب خليني أروح على الفرق الثاني من المسألة شوفوا قول الفرق الثاني من المسألة الان بقول find the charge on each capacitor اوجد الشحنة على كل مكثف F VAP equal 15 V إذا كان فرق الجهد إذا وضعنا فرق جهد مقدار 15 V بين النقطتين A و B الآن قبل ما أحل هنا أنا تركت إذا بتلاحظوا هنا تركت شوية فراغ بس بشان أذكركم بالقانون العام للمكثفات شو كنا نكتب إحنا كنا نقول مكثفات C أوه آسف سوري نطة المسألة لحظوا شوية خليني أرجع هل ما كنت هاي هيك هون الآن إحنا بنعرف أنه خلينا مسحة حتى هاي مش عجب ني مكانها بنعرف أنه C تساوي Q وفر V واسعة أي مكثف تساوي شو حنت على فرق الجهد بين طرفي هاي عادة نكتب ها هيك في قانون المثلث هذا منحط فوق Q أسهل لك ونحط هنا C وV اللي بدي إياها بغطي عليها بدي C ماذا تساوي تساوي Q وفر V بدي V ماذا تساوي تساوي Q وفر C بدي Q ماذا تساوي تساوي C في H C في V بس هذا لازم يكون محاضر معك وإحنا نحل إذن إذن شحنة أي مكثف ماذا تساوي تساوي مواسعته في فرق الجهد بين طرفين عال العال عال العال الآن نجي للمسألتنا هون الآن في المسألة شو بقول هو بقول أوجد الشحن على كل مكثف إذا كان فرق الجهد بين A و B 15 V الآن خليني أجي الرسم الرئيسي اللي هو معطيني إياها هو بقول لي فرق الجهد هنا بين هاي فرق الجهد بين A و B هذا أصبح 15 سوري مش عارف أكتب بالماوس صعب الأمور 15 فولت طيب ماذا تساوي شحنة أي مكثف تساوي شحنة المكثف تساوي مواسعته في فرق الجهد بين طرفي المواسعة معروفة هذا المكثف مواسعته 6 طيب هل أنا بعرف فرق الجهد بين طرفي يعني بعرف كيف توزعت 15 فولت هاي على هاي المكثفات الأربعة 15 فولت هاي بدأت يتوزع هون وهون وهون ما بعرف بمعنى آخر مشان أوجد الشحنة تساوي س في في طيب الس معروفة لهم كلهم هاي ما فيش فيها مشكلة شو بظل أعرف بظل أعرف فرق الجهد كيف توزع فرق الجهد هذا عليهم كلهم ما بعرف فرق الجهد هون ولا هون ولا هون ولا هون طيب بدي أطلع على اللي فوقيها هاي الرئيسية هاي التبسيط الثاني اللي عملته الفرق الجهد هون اللي هو خمستاشر فولت هل بعرف كيف الخمستاشر توزعه على هذا أو هذا أو هذا لا ما بعرف فمضطر أطلع وين على اللي فوقه هاي هون هذولا صارن هيك هذولا موصولات هيك ما فرق جهد مقداره خمستاشر فولت هل أنا بعرف كيف الخمستاشر فولت هذول توزعه على سي اربعة و سي واحد اثنين ثلاث لا لو كانوا هذول متساويات مثلا عشرة عشرة خمسة خمسة بدأت توزع عليهم بليش بالتساوي بمأنهم مش متساويات ما بعرف كيف توزع فرق الجهد هون على هذا وهذا طيب نيجي على الاخيرة لما ظل عندي فقط اللي هو ظل عندي مكثف واحد هاي خمستاشر فولت فرق جهد هل أنا بعرف كديش فرق الجهد هون نعم فرق الجهد هون يساوي خمستاشر فولت لأنه هاي موصولة مع قطب الموجب هاي مع السالم اذا فرق الجهد هنا يساوي فرق الجهد هون وبالتالي باعرف فرق الجهد للمواسعة المكافأة انه خمستاشر الان بما انه انا بعرف المواسعة وفرق الجهد بقول له مباشرة كيو اكويفلنت تساوي سي اكويفلنت اللي هي خمس وستة وتسعين في 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 اللي هي خمستاشر وبالتالي كيو اكويفلنت تساوي خمس ستة وسته عشر ناقص واربعة بالعشرة مايكرو كولوم إذن عرفت شحنة المكثف المكافئ هذا لكن هذا المكثف المكافئ من وين يجى؟ يجى من اثنين على التوالي هذا وهذا على التوالي أعطوني هذا إذن شحنة المكثف المكافئ تساوي شحنة هذا وتساوي شحنة هذا إذن أنا صرت أعرف ما هي شحنة C4 صح؟ مكثف رقم أربعة هذه الشحنة اللي أنا وجدتها لهذا تساوي شحنة هذا وشحنة هذا إذن هذه الشحنة تساوي Q للأربعة وQ123 Q للأربعة وQ123 وهي كما نكون جاوبنا شحنة الأول الأول مكثف اللي هو C4 عرفنا شحنته الآن ننكمل لهذا المكثف شو بعرف؟ بعرف مواسعته 8.5 ميكرو فراد وبعرف شو حنته اللي هي 89 صح؟ إذا أنا بعرف الشحنة وبعرف ليش المواسعة الآن شو بقدر أوجد؟ بقدر أوجد فرق الجهد V تساوي Q over C الآن V123 لهذا فرق الجهد بين طرفيه هنا وهون فرق الجهد هذا يساوي Q over C V123 تساوي Q123 على C123 هاي شو حنته؟ هاي مواسعته على الماكنة بطلع لي 10.5 فولت إذا فرق الجهد بين طرفيه هذا المكثف يساوي 10.5 فولت كويس إذا شو صرت أعرف لهذا المكثف؟ صرت أعرف لهذا المكثف مواسعته وفرق الجهد بين ياش وبين طرفيه واشو حنته كل شيء معروف طيب هذا منين إيجا؟ إذا فرق الجهد بين طرفيه V123 10.5 فولت طيب هذا منين إيجا؟ إيجا من مكثفين على التوازي ومنعرف أن المكثفين على التوازي هذا وهذا فرق الجهد بين طرفيهم هون وهون لهن هذولا النقطتين إذا كان فرق الجهد بين طرفي المكافئ 10.5 فولت إذن فرق الجهد هنا 10.5 فولت وفرق الجهد هنا 10.5 فولت هون وهون إذن للمكثف C3 صرنا نعرف مواسعته ويش وV فرق الجهد إذن Q3 ببساطة تساوي C3 في V3 Q3 ستة في عشرة قوة ناقصة اللي هي ستة مايكرو كولومب في V3 عشرة ونصب وتساوي Q3 تساوي ثلاثة وستين مايكرو كولومب إذن عرفنا شحنة المكثف رقم ثلاث أي إذن صرنا نعرف أربعة وصرنا نعرف إيج ثلاث بيظل عندي واحد واثنين هسا واحد واثنين خلينا ننزل هيك هسا واحد واثنين هذول إجن على التوالي أعطوني هذا هذا المكثف بعرف مواسعته بعرف فرق الجهد بين طرفي إذا حسبت شحنته بما إنه هذولا على التوالي أعطوني الإكويفلنت لهم هذا إذا شحنت هذا تساوي شحنت هذا وتساوي شحنت هذا إذن ما تبقى أني أحسب كيو واحد اثنين كيو واحد اثنين تساوي سي واحد اثنين في في واحد اثنين الآن سي واحد اثنين اثنين ونص مايكرو فراد في في واحد اثنين عشر ونص إذن كيو واحد اثنين تساوي ستة عشرين واثنين بالعشرة مايكرو كولوم الآن عرفت شحنته هذا المكثف سي واحد اثنين وهي تساوي Q1 وتساوي Q2 وهيك من نكون عرفنا المكثف الأول والثاني شو شحنات بالإضافة إلى 4 و 3 إذن لاحظوا استطعنا الحصول على استطعنا الحصول على شحنة كل مكثف وبذلك هنا أربع مجاهيل من خلال فهمنا لعملية الوصل على التوالي وعلى التوازي متى بتكون الشحنة نفسها متى بتكون فرق الجهد هو نفسه الآن خليني أشيل كل الإضافات هاي اللي هون وراح أترك فقط فرق الجهد رح أترك فرق الجهد مشان يذكركوا فرق الجهد إنه كيف وصلناها آيوة هيك آيوة اللي فوقها هون وهو خليني أشيل هذا هكي كله واشيل الخربيش هاي اللي هون هاي الخربيش كلها واشيل العشرة ونص هاي واشيل الدائرة هاي واشيل هاي واترك فقط الخمسة عشر فوق خلصيك كويس آيوة كم نكون خلصنا درس اليوم يعطيك ألف عافية اشتركوا في القناة